قد تفرح باستلام رسالة تقول لك لنلتقي في هذا المكان لدينا لك أمانة والأمانة في قموس السوريين خلال سنوات الانهيار الاقتصادي العجاف تعني حوالة بالعملة الأجنبية التي يمنع النظام تداولها علنا لكن هذه الفرحة ربما لن تدوم عندما تتفاجأ بأن الأموال المرسلة إليك قد تكون مزورة يكثر الحديث في الأونة الأخيرة عن اكتشاف دولارات قل إنها مزورة في دمشق موقع تلفزيون سوريا تقص الخبر في أسواق العاصمة والتقى بعدة أشخاص واستمع إلى جميع الأطراف إذ قال لنا أحد المواطنين ممن رفض تصريف حوالته إن الصرافين يضعون هذه الحجة لزيادة أرباحهم فيقومون بتصريفها بسعر منخفض ثم يسلمونها كحاولات لآخرين شهادات تقاطعت مع بعضها إذ اتهم مواطن آخر تجار السوق السوداء بنشر شائعة تزوير الدولار الأزرق بعد زيادة الطلب عليه عقب إشاعتهم سابقا عن عدم إمكانية صرف الدولار الأبيض إلا بسعر أقل بالمقابل نفى صرفون ما وجه لهم من اتهامات مؤكدين أن كميات الدولارات المزورة في السوق تفوق التصور مشيرين إلى صعوبة كشف التزوير الحاصل إلا عبر مختصين وباستخدام أجهزة خاصة وبالتالي قد لا يقتنع الزبون بأنها مزورة فعلا لعدم توافر هذه الأجهزة لدى الصرفين من جهته كشف لنا خبير اقتصادي عن الطرف الذي قد يقف وراء هذه الأزمة وهو مصرف سوريا المركزي حيث إن من مصلحته ردع الناس عن الإقبال على شراء العملات الصعبة عبر نشر المخاوف من الدولار المزور ترجمة نانسي قنقر